في لبنان حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من أن استمرار تدفق اللاجئين السوريين يشكل خطرا على توازن الدولة وأوضح ميقاتي بأن أكثر من ألف لاجئ سوري يفرون كل أسبوع إلى لبنان بسبب الأوضاع الاقتصادية في بلادهم عبر ممرات غير شرعية معبرا عن قلقه من استمرار هذا الوضع وأكد رئيس حكومة تصريف الأعمال بأن الجيش اللبناني وقوى الأمن تعمل على منع ذلك